تخيل ان انت عندك اربع وكلاء ذكاء اصطناعيين فائقين بيمسكوا بايدك في عملية البحث العلمي النهاردة هنتكلم عن منصة فيوتشر هاوس والمدعومة من الرئيس التنفيذي السابق الجوجل اريك شمت وبتطلق كرو فالكون قول فينيكس الاربع وكلاء ذكاء اصطناعيين يتفوقوا على درجات الدكتورافي مهم متخصصة لالنهاردة هنتكلم عنه مترحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية مدابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة جايلكم ببلدفورم مختلفة تماما وهي مخصصة اكتر للبحث العلمي مش مجرد نصة بتعمل عليها شات النهاردة هكلمك عن فيوتشر هاوس وهذه المنصة هي منصة مجانية تماما هذه المنصة مدعومة باربع وكلاء من الذكاء الاصطناعي والاربع وكلاء مهمين جدا في عملية البحث وكل واحد له وظيفة مختلفة يعني ممكن تروح على كروه تسأله على احدى صرق تعديل الجينات فيبتدي ان هو يدور في الاوراق الخاصة بالبحث والمدعومة بمراجع ويبتدي ان هو بعد كده يديك هذه الاجابة لو عايز مراجعة شاملة بتضم ميت ورقة كاملة ففي الحالة دي فالكون هو الصديق المناسب في هذه المرحلة هل انت مش حابب ان انت تكرر الكلام اللي فات ده كله ويكون حد من قبلك عمله فبالتالي انت محتاج حد يتحقق او يشتغل كمحقق وهنا بيجي دور اول بيبتدي يتحقق هل التجربة دي حد قام بيها من قبلك ولا لأ وبعد كده بنوصل لاخر حاجة وهو السؤال الذهبي اي مركب كيميائي ممكن يحل هذه المشكلة وهنا بيبتدي ان هو يجي دور فونيكس ده بالنسبة لي الفور اي 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 جنس الموجودين داخل فيوترهاوز يلا بينا نبص بصة سريعة على هذه المنصة المجانية بالكامل دلوقتي هنبتدي نخش على المنصة بتاعتنا اللي هي فيوترهاوز.org هحط لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو زي ما قلت لك هي مجانية بالكامل وهي عبارة عن اي 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 جنس فور ساينتيفك ديسكافوري هتفيد جدا في العملية البحث العلمي هي مش مخصصة للشات العاديو ممكن تستخدمها في عملية السورش ولكن هنا هي متخصصة اكتر في البحث العلمي والاكاديمي اول حاجة هنبتدي ان احنا نستخدم كرو اتفقنا ان كرو هو عبارة عن كونسايز سورش بندور من خلاله على اجابات للاسئلة بتاعتنا هنا هبتدي اضغط على كرو تقدر تتنقل من خلال الدروب داون ليست لاستخدام اي 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 جنت لو انت عايز تعمل ديب ري سورش ممكن تستخدم الديب ري سورش انا هنا مثلا هقوله الطبك بتاعي design a biopolymer ال biopolymer دوت بيتحلل مائيا خلال ست شهور بدون سمية هنا هبتدي ادوس انتر عشان اشوف طريقته في عملية البحث هنا بيقول لي ان هو ممكن ينتفاي مي لو انا حبه عن طريق الايميل او text message لو انا مش عايزة استنى تلوقتي حنشوف الاجابة بتاعته بيقول لي هو بياخد few minutes في عملية البحث والاناليز والرسبوند اول خطوة خدها طبعا في عملية الريزونينج هنا بيبتدي ان هو يدور على المصادر البحثية الموثوقة المهمة فعمل عملية بحث زي ما احنا شايفين وهنا الريفرانسيز ريزولتز هنا النتيجة عن الموضوع نفسه وتشوف عملية البحث تمت ازاي والريفرانسيز اللي هي المصادر هنا تقدر تشوف في الريزولتز ازاي تم تصميم بايو بوليمر يقدر ان هو في الماء يتحلل من غير ما في خلال ست شهور من غير ما يحصل اي سمية نفترض ان انا عايزة استخدم الاي ايجنت التاني يعني انا هروح كده تاني لنيو تاسك وابتدي استخدم فالكون فالكون ده دي بريسورش يعني بيدور بشكل متعمق اكتر وبيديني لونج ريبورت ويزميني سورس بمصادر كتيرة جدا وهو مناسب اكتر للايباليويتينج او لليتريتشر ريفيو في عملية البحث العلمي ممكن كمان ليرن مور وتقرأ عنه اكتر بالحالة دي انت بتبتدي تكتب الحاجة اللي انت عايزها وتبتدي ان انت تختار فالكون لو انت عايز دي بريسورش يبتدي يديك الاجابة الموضوع بياخد وقت شوية ولكن احنا ممكن برضو ندوس انتر عشان نشوف العملية بتاخد وقت قد ايه يعني اعتقد ان في عملية ريسورش اخد مني حوالي سبعة دقيق تمن دقيق اعتقد ايضا هياخد وقت شوية في عملية دي بريسورش انه هو بيديك لونج ريبورت انا في الاخر حواليك اللونج ريبورت ده شكله عامل ازاي عشان مضيع شواتكم هنا عملية الريزونينج وايضا الريزولتز هنا النتيجة هنا الريفرانسز 19 مصدر في دي بريسورش زي ما احنا شايفين لو تفتكروا لما استخدمنا الاي اي اي جنت الاول كان عملية البحث العادية الريفرانسز سبعة نروح كده لدي بريسورش حيلاقي ان الريفرانسز 19 هنا النتيجة متعمق اكتر في عملية البحث وبين جدا زي ما احنا شايفين موضوع اخد وقت اطول شوية ريفرانسز تقدر ترجع لها عشان تتأكد من هذه المصادر ولو اني اعتقد ان المصادر هتكون قمعا قوية جدا زي ما قلت لك هي منصة للبحث العلمي تعالى بقى نروح لتالت حاجة معايا new task ونروح نشوف هل الموضوع ده في حد عمله من قبل او ايه التجارب اللي تمت عليه من قبل من خلال الاول او المحقق اللي حيقوم بالتحقق من التجارب اللي تمت على هذا الموضوع هل في حد قام بهذا الموضوع من قبل ولا لأ هندوس انتر ونشوف النتيجة مع بعض هنا estimated wait time for the agent to start وبعدين يبتدي reasoning هنا ممكن اعتقد الموضوع ما ياخدش وقت كبير قوي وحنشوف مع بعض دلوقتي النتيجة الياس multiple studies report ايمة على عملية design of biopolymers اللي بتتحلل مائيا في خلال 6 شهور بدون سمية هنا اعطاني الـ references اعتقد ان هي هتكون المصادر اللي بتقول فعلا تم هذا وتم الـ results وده كان بالنسبة لثالث AI agent معي واللي بيقوم بعملية التحقق تعال بقى ان نشوف الـ agent الرابع والـ agent الرابع معي هو phonics والـ phonics هنا لو انا دوست على نفس الـ وهنا لو عطيته نفس الكويري هنا chemistry tasks بقى هنا ده اللي بيقولوا عليها السؤال الذهبي هنا العملية نفسها ممكن تتم ازاي؟ هدوس على enter وهنا السؤال سؤال كيميائي بحت فحنشوف هنا حي الديني هنروح الـ results هنا بقى مفيش references هنا الموضوع مثلا لو تم يتم ازاي؟ هنا العملية كchemistry task مثلا ممكن تتم ازاي؟ وتحتاج ايه بالضبط؟ هنا بيديك الـ chemistry task وهنا reasoning الطريقة اللي نفس بيها هذه النتيجة بتبتدي ان انت تقراها وتبتدي تدرسها ويشوف هل فعلا فيه امكانية انها تتنفس او ما تتنفس وده بالنسبة لي رابع AI agent معايا وايس على ده بقى حاجة تانية كتير في مجال العلوم اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة ممكن يكون مش الجميع ممكن يكون حيستفيد ولكن انا شايفة من وجهة نظري ان البلاتفورم دي ممتازة جدا جدا وممكن الاستفادة منها كمثال شفناه النهاردة ازاي بيتنفذ اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة InfoTekforYou وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو بتنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت ولكنت بتشوفنا اول مرة بتنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته